صح 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 مارودنا آه وصلنا هلأ لفقرة توافق الأبراج مع ست ميسون كيفك ميسونة؟ الحمد لله نشكر الله حبيبك الحمد لله إحنا ضمن هالفقرة أكيد منحكي عن آخر التوقعات الفلكية وتوافق أبراجكم مع الأبراج الأخرى عليقة الأبراج ببعض البعض ضمن توافق الأبراج ميسون أنا بحب بكل بداية فقرة تحكي أنت عن برج حسيتنا أنه يمكن مجحفين بحقه ما منحكي عنه كتير تفضلي عن مين حب تحكي؟ مبدئياً كل الأبراج حكينا عنها من بداية ما بلشنا فيها لهلأ وإحنا اليوم آخر يوم بالشهر عنا 30 يوم نحكي عن كل الأبراج اللي ما سنحنها بس من نفسي أقل إشي منحكي عنه هلأ الحمل خلينا نحكي شهر في النجاح والانتصار وعلى كل المستويات شهر التعويض بدك تكون تستعمل سياسة جديدة بأمورك هذا الشهر الثلاثة سبيع الأولى فيها إيجابية كتير عالية وخطوات كتير موفقة وتامل على فرض أفكارك على الآخرين وبالمقابل رح نلاقي أنه الناس تتقبل الأخذ منك وتعطيك الدعم الكبير الأسبوع الأخير تحتاج لكتير من الجهد لحتى توصل لهدف تشعر بالتعب فانتبه لصحتك وأيضا الأسبوع الأخير هو الأفضل للقرارات العاطفية نعم طيب خلينا نشوف توقع في سؤال على اليوتيوب كثير عم بيسألوا على البرج الصاعد اللي ما بيعرف ساعة الميلاد هلأ مبدئيا نحن ما بنقدر نعملها لأنه وقت الفقرة ما بيسمح لأنه بناخد اسم الاسم واسم الأم وبنحط لكل حرف رقم مقابل وبنجمعها ويعني شغلة سلافة ممكن نطلعها ولكن إن شاء الله لا قدام إذا قدرنا بنسوي شيء خاص لهذا الموضوع حلو كتير طيب اتصال يلا ألو ألو صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا الله أعطيك العساء حسام معك أهلا يا حسام تفضل شو أخبارك أهلا وسهلا بنا نعرف عن توافق برج عشرة أنا موليد 86 شهر عشرة بس أي يوم 11 عشرة 11 عشرة برج الميزان وبداية العشرية الثانية الثالثة عاسفة الميزان هلا عم تتحسن أموره بشكل ملحوظ كانت العشر أيام الأخيرة من الشهر اللي إحنا فيه بداية ولكن غير ملحوظة مع بداية شهر 8 وشهر 9 رح يكون فيه الحظوظ متزايدة والأبواب رح تنفتح على مصرعيها عليك الاختيار عليك السعي الاختيار الصحيح مهم جدا عدم التقصير بالعمل مهم جدا عدم التأجيل أيضا شهر ممتاز جدا لبرج الميزان وعلى كل المستويات ما عدا العاطفي عنده تأجيل لهذا الموضوع والبعض من برج الميزان ما زالوا يبحثوا عن الكمال لذلك صعب أنهم يلاقوا الشريك المثالي بدون ما يعملوا تنازلات نعم طيب في عنا يا ست العزيزة اتصال آخر أهلاً يا حلوة أهلاً دانيا اشتقنا لك أنا بالأكثر والله محلاكي ويميسيو تفضلي ستي أنا بالأكثر والله وتعرفي قديش أنا بدي أقول لك يا حبيبتي الله يصدك كيف يكما يسون الحمد لله أهلا دانيا تفضلي أهلا فيكي لو سمحت تحكيلي عن اسمي في مجال دانيا أبل ألف يعني بكرة إن شاء الله بحكيلك لأنه بده حسابات زي ما حكينا بس الألفين بإسمها مناح؟ الأتنين هم مناح ما هاي الفكرة وواحد بيعطيكي مشروع لألك الخاص فيكي والتاني بيعطيكي مشروع بيكون بمشاركة مع حدا أو بتعني إنها ارتباط إذا كنتي غير مرتبطة بالنسبة للمتصلة أوكي للمتصلة الألف بشكل عام كتير ممتاز بالأسامي الألف ممتاز ناديا صرت أكتبها بالألف أهلاً صباح الخير أهلاً صباح النور كيفك؟ أهلاً كيف كنتدوش أخبارك؟ أهلني روحي معك أماني من عمان أهلني أمونة تفضلي حبيبتي حبي أعرف توافق 25 واحد مع 25 ستة نعم الدلو مع السرطان مين الذكر ومين الأنثى عندك؟ الدلو أماني أنثى نعم أوكي طيب الآن الدلو إنسان معطاء جداً وبدون حدود وبدون مقابل ما بيستنى بالمقابل ولكن مع الزمن لما بيشعر أنه في تكاسل من برج السرطان أنه يعطي فبتصير تحس بالشيء شايف العلاقة هي يا أما بتحسيها يا أما بتعيشيها يعني لما بتصير تحسي بالغلط الموجود تنفري فوراً ما في حد وسط فالسرطان بدو يكون معطاء بقدر أو حتى لو أقل شوي من الدلو ولكن لابد من أنه يكون معطاء السرطان بنعرف عنه أنه كسول يعني ما بيحب الشغل فهذا اللي بيخلي أنه بعكس برج الدلو بيحب شغله بيقدس الحياة العملية بيحب يكون زي ما بيقوله بيحل الأرشو فبدنا ننتبه لهذه المسألة أنه السرطان بدو يكون معطاء بقدر الدلو لحتى مع الزمن بعد عشر سنين بعد خمسة عشر سنة ما يصير تنافر نكملين معكم بفقرة توافق الأبراج نحكي عن برج الجوزاء ميسون الجوزاء الجوزاء الأول اللي هو ثلاث أسابيع الأولى رح توصل للهدف وممكن أنك تبحث عن بدائل لأنك بدك تبدأ بمشروع جديد أو رح تكون بحاجة للبحث عن بدائل أيضاً في تجاوز للحدود بالعلاقات خاصة بالعمل لذلك رح تحط حدود ورح تبشي عليها ورح تمنع أي تجاوز بالعلاقات بالعمل عدم التبذير مطلوب منك هذا الشهر وخلي يكون عندك ميزانية مالية مضبوطة جداً وبتمشي عليها مش تحطها وتتفرج عليها العاشر أيام الأخيرة رح تزداد الفرص وتثبت أنك الأفضل وتعمل بجهد كثير كبير لحتى توصل لمرحلة لأنك تثبت الأفضل بالفعل وليس بالقول وابتعد عن العلاقات اللي يصعب إظهارها بهذا الشهر ما بتستطيع البوح عنها ما بتستطيع تتكلم عنها يعني العلاقات اللي تحت الضوء عاطفياً بدكم تبعدوا عنها صح الصح صح 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 ماروتنا اشتركوا في القناة